وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ فؤاد درويش رئيس التنفيذي لشركة فانز الرياضية مرحبا بك معنا في الستوديو شكرا على دعمك الدائم سواء لنا أو لا أو لهذه الرياضة الشكر لكم وشكرا على الدعوة المهمة جدا بوقيت من بطولتنا العزيزة على أبوظبي وعلى دولة الإمراض العليم أستاذ فؤاد كيف استطعتم على مدار السنوات هذه كلها الماضية أن تؤكدوا البطولة مكانتها وتجذب الجماهير على العديد من المستويات نحن الحمد لله رب العالمين لا شك وجودنا بعصمتنا الحبيب أبوظبي من أهم إذا مش أهم وأبرز عوامل النجاح وإحنا حكينا مرانا وتكرارا أن وجودنا بأبوظبي يديب المعضلات وهذا حقيقة اليوم نحن لم نتطلع على الانفرستروكش الموجود بالدولة عامة وبوظبي خاصة ما إنا اللي انتشقر خدتنا الرشيدي لأهلتنا هيك يعني بني تحته كاملي وتم متكامل ومتجددي إحنا اليوم نحكي على مشروع رياضي أسس ونس من سنين من زمن والحمد لله رب العالمين إحنا محصوظين أن نكون بحقبة هالو الزمن اللي عم نستفيد من ثمرات هاي النظرة المستقبلي لبرنامج رياضي بالدولة فلا شك وجودنا بوظبي دعم قيدتنا الرشيدي ونتشكر عبر الشاشتكو الطيبي كل الجهاد الحكومية اللي ساندت بتسهيل هالبطولات لأنه إحنا كشق رياضي من مجتمع متكامل لحالنا ما منقدر نشتغل فلا شك لازم نستضلط الضوء أتمنى منكم تصل الضوء على الجهاد الحكومية العدي اللي ساهمت بإنشاع كل الاحتفالات الرياضية مش بس الوريز بالدولية نعم اليوم نشوف أستاذ فؤاد أن البطولة خذت مساحة كبيرة ونجحت بالفعل في استقطاب سواء المحاربين وكذلك في أنها نجحت في أنها سوت العديد من النسخ هنا في أبوظبي لكن هل ممكن أن نشوف أن البطولة هذه أنها توصل للعالمية؟ إحنا وصلنا للعالمية وحديثك عن الأبطال واستقطاب أعداد ومقاتلين يعني إحنا شيء بشرفنا كجزء من المنظومة اللي بتابعة أعمال سلسلة محاربية الإمارات إحنا بيقال من خمس سنين تضمنت فيهم سنتين انقطاع بسبب جائحة كورونا بس عصمتنا وأبوظبي والإنفروستركتشور والدعم اللي لا محدود من قيدتنا والجهات العقوبية ساهمت بإنجاح الرزنامة الرياضية ليش بس للوريز؟ سحب حكينا لكل الرياضة بالدولية أكتر من 800 مقاتل من 100 جنسي و112 دولي إجوا على عصمتنا وإجوا على الكيج ونافسوا وبرزوا وأبرزوا مهاراتهم فلا شك هاي جسد نجاح بطولتنا فإحنا أورادي عالميين هل العالمية تفصل إذا إحنا طلعنا لبلدان أخرى؟ يعني إحنا منظرنا لا شك هذا الطبوح من طبوحاتنا بس بعدنا متعطشين نكون بأبوضة بأكتر إن شاء الله بإذن الله الاحتفال بالنسخة الخمسين طبعا وهذا رغم كبير ماذا يمثل لكم وماذا تجهزون للمرحلة المقبلة؟ اليبيل الدهبي بفترة زمنية قياسية هذا حلم لكل من ثابر على منظوبة محارب الإمارات بس هذا يدل على استبسال القائمين على رياضة بالدولة عامة على الرؤية الثاقبة عقدة الرشيد المتشكر عليها لأنه إحنا ما كنا منقدر نوصل لهيك احتفالية بهيك زمن النسخة الخمسين هاي صارت جهود مئات العاملين بالكيان الرياضي بالدولة وإحنا فخورين جدا أنه رح يبعد يومين من هاي الاحتفالية وللأمان الاحتفالية رح تبلش بكرة بنسخة 49 وإن دمج السلسلة العربية وسلسلة الإفرائية بزمن قصير بهقل من سنتين هذا جزء من تقوية احتفليتنا بليبيل الدهبي للكون اليوم الآخر إن شاء الله طبعا الأستاذ الكبير فؤاد درويشة رئيس تنفيذي لشركة بومز أرياضية نشكرك مرة أخرى لتواجدك معنا في الاستوديو شكرا لكم شكرا لك